نبقى في متابعة الملاحظات وأيضاً متابعة أبرز ما تم رصده خلال المنخفض الجوي ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عمر سلامة الناتق الإعلام باسم وزارة تنمية والري سيد عمر صباح الخير وأهلاً بك في أخبار السابعة صباح الخير التجنع عبد الله يطيق العجل منخفض جوي حمل الخير الحمد لله للمناطق الشمالية وأيضاً الوسطى بعد أن كان يعني خلال الفترة الماضية يتركز في محافظات الجنوب ما هي كميات الأمطار التي تم رصدها خلال الليلة الماضية ويوم أمس يعني الحقيقة سيد العزيز القراءات حتى يوم أمس حتى الآن لم تصدر القراءات لليوم لأنه بحاجة إلى بضعة ساعات قليلة إن شاء الله إن شاء الله يعني هذا المنخفض عزز الواقع المائلة الحمد لله رب العالمين بشكل جيد الآن إحنا نتحدث عن أكثر من خمسين بالمئة في وصل الهطول المطري وهذا إشي جيد يعني مقارنة بما كنا عليه العام مبارح كان 48% بعتقد أنه بيوم اتفع إلى أكثر من خمسين بالمئة ومخزون السدود أيضاً ارتفع بجزء واحدة تمانين مليون كان أمس دخل علينا مبارح 2 مليون إن شاء الله تكون أيضاً دخل كميات إضافية لأنه حتى الآن القراءات ما وصلتنا بشكل دخيل هذا عزز مخازين السدود مثل ما ظلت عمل توازن في كميات الهطول اللي دخلت كانت تركيز المنخفضات السابقة على محافظات الجنوب إن شاء الله إنه يستمر الهطولات ومثل ما فيه توقعات أنه خلال هذا الأسبوع مليء بالهطولات إن شاء الله من عدة منخفضات إحنا اللي بنناشد في أخواننا المواطنين وبنناشد أيضاً مؤسسات القطاع القاصب وكافة الأطراب نعم نستفيد من هذه الهطولات بشتى الوسائل اللي مواجهة تحديات المائية اللي إحنا بنواجهها وتزداد عام بعد عام بحصاد مياه الأمطار لاستفادة منها اللي شفنا على الصور على شاشة روية قبل قليل إنه للأسف ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي كيف بيعمل بالمناهن وبيعدي إلى فيضارها نتمنى أن هذه المزاريب ما تربط على شبكات الصرف الصحي وإنما تربط على شبكات تصريف مياه الأمطار على أساس توصل المياه ومياه نظيفة لتخزين في السدود والمرافق المياه المختلفة تبادر مؤسسات القطاع الخاصة أيضاً بإطلاق مبادرات على مستوها وعلى مستوى المناطق اللي هم فيها للعمل برامج لحصاد مياه الأمطار نحن نحن ننفذ برامج لأن الوزارة لا تستطيع وحدها الإطلاع بهذا الدور الهام والكبير ننفذ عدة برامج في الجنوب من خلال حفاء اللي ننفذها من خلال السدود فهذا هو مطلوب مننا جميعاً وإن شاء الله يبدو أن هذا الموسم سيتجاوز ما كنا عليه العام المعاضي وتتحتل مخازين السدود خلال الفترة سيد عمر هناك سدود دخلت إلى الخدمة جديداً خلال العام الفائت ونهاية العام الفائت هل بدأت المياه تتجمع في هذه السدود وهل هي جاهزة لاستقبال الموسم المطري في حال استمرار إن شاء الله الموسم جيد كما رأيناه أمس وأول أمس يعني الحقيقة الحمد لله إحنا مثل ما تعرف فعملنا تعليل السد الوالي رفعناه تعليل حوالي 25 مليون متر مكعب دخلوا كميات ممتازة من المحافظات الجوية الأخيرة للأسف مبارح واليوم السدود الجنوبي من ضمنها الوالي لم يدخلوا شيء السد الوحيد اللي من محافظات الجنوب دخلوا كميات قليلة من المياه وهو سد واد الخرك حوالي 2000 متر إحنا الأخي معاذ الحفار والسدود السحروية حسب القراءات اللي جتنا قبل الأيام إنه جاء كميات ممتازة نعم حقا من الضوالات اللي شملت مناطق وهذا سينهاكس إن شاء الله على تغذية المياه الجوفية نحن نعرف إنه معدل التغذية الجوفية تصل إلى حوالي 280 مليون متر مكعب سنويا نعم فبالتالي هذا يعني يحسن من وقعنا المياه ويحد من تراجع هذه المياه الجوفية أيضا بشكل أو بأخير نعم سيد عمر بدي أنتقل أنا وإنت إلى موضوع غرف الطوارئ وتحديدا أنتم في وزارة المياه والري تعملون على غرف الطوارئ دائما لتجميع جميع الملاحظات من محافظات المملكة وإيصالها إلى الشركات كشركة مياه هنا وشركة مياه اليرموك هل الملاحظات كانت مرتفعة خلال الساعات الماضية أم هي في المعدل الطبيعي؟ يعني الحقيقة توقفت بعض المصادر في بعض المناطق نتيجة الارتفاع منصوب المياه والعكورة في بعض المصادر تعرف فيه أن بعض المصادر هي عبارة عن نبيع نحكي عن نبع الشريعة مثلا في منطقة الصلط نحكي عن أبار الصيف توقفت أيضا بسبب ارتفاع مجرس الزرطاء وبالتالي أثر عليها في بعض الانقطاعات التهربائية في مناطق مختلفة من محافظات الجنوب والوسط والشمال تأثرت بهذا التوقف نبعة والسير أيضا توقفته وإن شاء الله أنه عم تعمل الكوادر على إعادة هذه المصادر كلها في فهذا الشيء طبيعي لا هي بحدودها الطبيعية ومعدلات الشكاوية الطبيعية حتى التعامل مع رياضانات المناهل يعني بشكل طبيعي أقل من المعتاد بشكل أو بآخر نعم نتأمل أنه فعلا أنه يكون في استجابة عالية محافظة العقب أيضا بسبب الرياح كان فيه انقطاعات عن بعض المصادر لعدة ساعات خلال الفاتحة وتوقفت بعض المصادر المائية نتيجة الرياح وسرعتها في هذه المناطق نعم يعني احنا بنلاحظ أنه فيه استجابة من إخوارنا المواطنين وفيه وعي عم بزيد شيء في شيء فنتأمل أنه زيادة هذا الموضوع وبنرجع بنأكد على موضوع أنه محافظة على المياه وحصادها والاستفادة منها وكذلك موضوع الاعتداءات أخي موان يعني بتعرف إحنا بين الحين والآخر نكثف حملات التصدي لهذه الاعتداءات نعم نعم واطلقنا رقم حديث للبلاغ عن أي اعتداء أو عبث بمصادر المياه أو حفر مخالف أنه هذا اعتداء علينا الجميع اللي هو على الرقم 6180 نعم بدي أشكرك جزيلا شكرا سيد عمر سلامة الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري شكرا جزيلا لك